راما الجزء الثاني انتظر كالعادة قبل مشاهدة الفيديو أتمنى منك أن تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس ليصدفك كل جديد أنشره هنا كل الحب لك في البدا أصبح الضمر الأيام على فاطمة وراما باهدة دون ألوان حتى أقرب الناس إليهم ابتعدوا عنهما بعد انقضاء فترة اعتداد فاطمة وبعد مرور ستة شهور على وفاة أحمد طرق باب منزلهم على غير العادة كانت فاطمة تجلس على ماكينة الخياطة تعمل على الفساتين التي طلبت منها وإلى جانبها تجلس راما تساعد والدتها بأعمال الخياطة بعد انتهاء الفصل الدراسي لتستطيع تجميع بعض المال للسنة الدراسية المقبلة سمعت صوت الباب راما فقالت لأمها سوف أذهب لأرى من في الباب ولكن ألس من الغريب أن يطرق في هذا الوقت؟ نظرت فاطمة لابنتها لم يغب عن ذهنها ذلك اليوم بالرغم من مرور وقت لا بأس به حتى أنها شعرت بالقلق والخوف أمسكت ابنتها وقالت لها أكمل ما لديك من أعمال سأذهب لأعلم من الضارق وأعوذ فورا نهضت فاطمة من مجلسها وذهبت لمعرفة من في الباب وكانت المفاجأة بأن شقيق زوجها المغطربي قد عاد لدمشق بعد عشرون سنة من هجرته لمصر رحبت به وعلى وجهها مكثت ابتسامة من رغم من ذهلها إلا أنها كانت سعيدة بوجود فرد من العائلة قد أتى لعله يستطيع سندها وحمايتها أي غبنتها فهذه الحياة صعبة ورمى لديها حلم كبير على تربى بكنف عمها وتستطيع الطيران بعد أن تقوت جناحها أما سعيد فقد بدأ بالتجاول في المنزل كما لو أنه يملكه منذ زمن طويل ومن ثم جلس على كرسي كان قطو طيعة تحت شجارة الياسمين وقال لها بفرح يملأه العيبة والوقار أين هي ابنة خالي راما ألن تأتي لتقوم بالترحب بعمها أيا يا زوجة أخي اذهب من فضلك وأخبرها بقدومي تهلل وجه فاطمة وذهبت مسرعة إلى راما لتخبرها ودخلت إلى المجلس وقالت لابنتها بسعادة لقد جاء من يستطيع انقاذنا هيا يا راما انهتي انهتي من مكانك وسلمي على عمك لعله يفرح يفرح برؤيتك ويساعدك بمصعفك ودرساتك بتعرف لأنه الدم بيحل والدم بيسرمي لكن راما لم تكرف نفسها عن عرفع رأسها وقالت لوالدتها بسغرية الدم ميت لكن شو بيصير شاولي اهول من ثم ضحكت بصوت عالي وقامت من مكانها وقالت لها ولماذا لم يتذكر ابنت أخيه من قبل أو بالأحرى لقد مر والدي بفترة صعبة وكان بحاجة لسنة لماذا لم يأتي هل تعلمي لماذا آتا يا والدة العزيزة إذا لم يكن لديك سفبا مقرعا فأنا لدي واحد لقد أتى ليستطيع سرقتنا فهو يريد الزواج منك ووضعي تحت كنفه وهكذا يمكنه الاستمتاع بأموال شقيقه دون محاكم انهارت الدموع من عيني فاطمة وتبددت الإبسسامة لوجه عابس ولم تستطيع التماسك فرطمت ابنتها على وجهها وقالت لها بغضب من أين أتيت بهذا الكلام أيتها المشاكسة نحط لتفوه بهذه الجمل فسوف طرين أكثر من هذا هيا ذهبي وسلمي على عمك غادرت الغرفة بعد أن مسحت دموعها وعدلت هيئتها ثم قالت لصعيدة لقد وجدتها نائما لا عليك يا زوجة أخي سآتي إليكم غدا صباحا لأرى إذا كنتم بحاجة لشيء ما وأيضا لأرى ابنت أخي ونتناول طعام الفطور معا أومأت له بالموافقة وضعته عند باب المنزل ثم عادت للمجلس كان قلبها ينبض بقوة وعقلها مشوش ما الذي جعل فتا صغيرة تتكلم بهذا الكلام وكأنها كانت تعلم بقدوم عمها عندما دخلت إلى الغرفة وجدتها تجلز بهدوء واضحة قطعة القماش وتعمل بصمت اقتربت منها حتى أصبحت إلى جانبها ووضعت يدها على جدائل شعرها الذهبي وقالت لها مرات الصغيرة لقد كبرت دون أن أشعر ولكن يا صغيرتي ما الذي جعلك تفكرين بهذه الكلمات ومن أين أتيت بهذا الكلام أخبريني ألسنا صديقتين نظرت راما لأمها وقالت لها بفطور سمعت المرأة التي أتت من أجل الفساتين تقول لابنتها غدا يأتي ساعد ويتزوج فاطمة فهي ما زالت شابة وتبقى ابنة أخيه تحت كنفيذ من ثم يستمتع بما ترك المرحم أحمد كانت طارة تبكي وطارة أخرى تتكلم بشكل متقطع ففكت فاطمة على بقاء ابنتها وبعد أن انتهت مسحت دموها على وجهها الصغير وقالت لها بحزم لا يصغيرتي عموكي أتا ليستطيع حمايتك ولا يمكن لشقيق أن يفرح لوفاة قطعة منه غدا سيأتي عموكي لأراك ولن أقول لك إلا أن الأيام ستثبت لك كل شيء ولكن قبل هذا يجب عليك أن تكون قوية ولا تصدق كل شيء يقال أمامك فبعض البشر ذئاب مختبئة تحت ملابسها تودف دراز كل من طره أمامها احتضنت راما والدتها وقالتها إذن الأيام ستثبت لنا من التي كانت على حق وصواب أما الآن فالوقت قد تأخر كثيرا وأنا أريد أن أذهب لأرتاح قليلا وغدا صباحا بإمكاننا الاستعداد للمستقبل المجهول الذي ينتظرنا يتبع